منذ عام 2005 ومعهد البحرين للتنمية السياسية مستمر في دعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة حتى استطاع أن يرفع مستوى الوعي السياسي والتنموي في المملكة تأسس معهد البحرين للتنمية السياسية بموجب مرسوم ملكي في عام 2005 وهو معهد وطني يتبع مجلس الشورى ويرتكز مجال عمله على نشاط التدريب بهدف نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة جاءت فكرة إنشاء المعهد ليكون أحد المؤسسات الوطنية الرائدة المعنية في تدريب وتأهيل المواطن لخوض العمل السياسي وفق واعد وأسس وطنية وبناء أجيال واعية منتمية للوطن والقيادة وقادر على التعبير عن رسالة البحرين والدفاع المكتسباتها في كافة المحافل الإقليمية والعالمية واليوم نفخر في معهد البحرين للتنمية السياسية بما حققناه على مدى 15 عاماً حيث أصبح المعهد يمثل بيت خبرة وطني في التنمية السياسية ويساهم بكل فخر في تعزيز المسيرة التنموية بل وساهم في نقل خبراته إلى الأشقاء في بعض الدول رفع المعهد منذ تأسيسه مستوى الوعي السياسي والتنموي بالإضافة إلى النهوض بالمسيرة السياسية في مملكة البحرين تحقيقاً لأهداف المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ويستمر هذا المعهد الوطني في تحقيق جميع أهدافه في إطار الأسس والمبادئ الدستورية والقانونية منذ عام 2005 لم يتوقف هذا المعهد الوطني عن نشر ثقافة الديمقراطية ورفع مستوى الوعي السياسي والتنموي والنهوض بالمسيرة السياسية في المملكة ريم جناحي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين